النفط الإيراني طبعا أمامه خلال هذه الفترة فرص ولكن أيضا تحديات نسمعنا في الفترة الأخيرة بأن هناك محاولة لجذب بعض الاستثمارات إلى إيران في هذا القطاع تترى وحما بين 150 إلى 200 مليار دولار ولكن هذه نظرة سريعة تاريخية حول تتطور صناعة النفط الإيرانية وبداية منذ عام 1908 عندما تم اكتشاف النفط لأول مرة في جنوب غرب خوزستان هذه الأول مرة تم الكشف عن النفط الإيراني وبدأنا نشهد طبعا هذا التحول الكبير في الصناعة النفطية الإيرانية بإنشاء مصفاء ضخمة هناك هذه كانت أول مصفاء تنشأ في إيران ومن ثم بدأنا نشهد طبعا خلال الأعوام بعد عام 1920 شهدنا أيضا تحول في مستويات الإنتاج وحتى في استكشافات جديدة هذه المرة وطبعا اكتشاف حوالي 80% من الاحتياطات النفطية في إيران ولكن أيضا خلال هذه الفترة في عام 1920 كانت إيران هي خامس أكبر منتج نفطي في العالم نتحدث منذ حوالي 100 سنة تقريبا ولكن في عام 1965 هنا عندما تم اكتشاف 80% من الاحتياطات النفطية الإيرانية وبدأنا نشهد هنا توسع في مستويات الإنتاج ولكن جاءت أزمة النفط العالمية في عام 1973 شهدنا الاستفادة طبعا من ارتفاع الإرداد بتطوير الصناعة الإيرانية في هذا القطاع تحديدا ولكن هذا لم يستمر طويلا وبدأنا طبعا نشهد بعض التغيرات ولكن خلال عام 1974 شهدنا طبعا قمة الإنتاج النفط الإيراني وصلت مستويات الإنتاج إلى 6 ملايين برميل يوميا ولكن بعد الثورة الإيرانية في عام 1979 بل نشهد هذا التراجع والانهياء في مستويات الإنتاج انخفض الإنتاج بحوالي مليوني برميل يوميا وصلنا إلى حوالي 4 ملايين ومن ثم بعد فرض العقوبات في عام 2012 كانت هنا العقوبات الغربية وصلت طبعا مستويات الإنتاج إلى حوالي 4 مليون برميل يوميا وحتى دون ذلك في الفترة أو تخفيض من مستويات 4 مليون برميل يوميا وصلنا إلى حوالي 3 مليون تقريبا أما بالنسبة للأرقام الحالية بالنسبة للصناعة النفط الإيرانية حاليا نتحدث عن مستويات الإنتاج بـ 3 مليون و300 ألف برميل نتحدث عن إحتياطات نفطية تبلغ حوالي 160 مليار برميل طبعا من أكبر الإحتياطات العالمية لدى إيران أما بالنسبة لـ 500 ألف برميل يوميا هو المتوقع في زيادة الإنتاج خلال الفترة الحالية بعد رفع العقوبات حوالي 6 أشهر ومتوقع حتى أن يرتفع مستويات الإنتاج إلى 1 مليون وحتى 1 مليون ونصف برميل يوميا أما بالنسبة للصادرات النفطية فيها حاليا قد تبلغ مليون و100 ألف ومتوقع أن يضاف خلال 6 أشهر قادمة حوالي نصف مليون بالنسبة لإنتاج الغاز طبعا وهي هذه مشاركة مع قطر تبلغ حاليا 8 تريليونات قدم مكعبة سنويا هذه طبعا هي الصناعة النفطية الحالية هناك مطالبات باستثمارات جديدة بحوالي 200 مليار دولار هناك فرص طبعا لاصطناعة النفط الإيرانية النفط طبعا تأمل في زيادة الإنتاج لديها لتصبح رابع أكبر منتجة في العالم بإضافة حوالي المليون ونصف المليون برميل يوميا بحلول العام 2018 هذه طبعا ربما قد تنجح في هذه المستويات ولكن تحتاج استثمارات كبيرة في آخر ربما دعوة كانت في نوفمبر من العام الماضي اجتماع طبعا كان وزير النفط الإيراني مع بعض الشركات شاهدنا جميع العديد من الشركات كان أهمها استاعت أويل كان شاهدنا سينوبيك بالإضافة إلى شيل وبريتش بيتروليوم وحتى أني الإيطالية وكانت طبعا لتقديم عقود جديدة وصلت هذه العقود إلى حوالي 30 مليار دولار وهي حصص أكبر طبعا ربحية مع مرونة أكثر من ذلك يعني عروض هذه المرة الإيرانية لتقدم إلى هذه الشركات تعطيهم حصص أكبر من المستويات العادية بالإضافة إلى الربحية أكبر عند الاستثمار في هذا القطاع النفطي الإيراني وخصوصا هناك ربما بعض الشكوك حول هذه الاستثمارات لأنه طبعا هناك تحديات كبيرة اليوم في إيران ومنها البنية التحتية المتهالكة اليوم كما نعلم بأنه خلال الفترات الماضية نتحدث عن سنوات وهناك عدم صيانة محترفة بالنسبة لهذه البنية التحتية لإيران وضفة طبعا الحقود النفطية أيضا متهالكة وتستهلك منذ عقود بدون تطوير يعني هذه هي التحديات الأساسية أمام تطوير هذه الصناعة النفطية وقد تستغرق سنوات بحسب بعض المحللين أما بالنسبة للطلب المحلي فهذا أيضا تحدي بالنسبة لإيران لأنه ثاني أكبر مستهلك للنفط في الشرق الأوسط نتحدث عن حوالي مليوني برميل يوميا هو استهلاك إيران اليومي من النفط وحوالي 120% كان هو النمو خلال 35 عام طبعا هو كان نمو قوي للتعداد السكاني وأسعار الطاقة هي مدعومة في إيران فهذا أيضا قد يشكل بعض الأعباء أمام الحكومة الإيرانية لتطوير هذه الصناعة النفطية أما بالنسبة لأيضا ندينا تحديات أكبر ربما من هذه التحديات الحالية وهي طبعا اضطرابات السياسية داخل إيران طبعا لدينا ثلاث فرق اليوم نحن في إيران لدينا الحرس الثوري الخامنية وطبعا المرجعية الدينية بالإضافة إلى المعتدلون بقيادة اليوم الرئيس الحالي وهو روحاني وبحال شهدنا اختلاف ما بين هذه العناصر هذا قد يؤثر أيضا على القرارات الشركات الكبرى للاستثمار في الداخل تخوفا من عودة ربما فرض العقوبات على إيران وهناك طبعا التحفظ للحرس الثوري والخامنية المتحفظين على الاتفاقات حاليا مع الغرب لذلك ونالك قد نشهد تردد في الاستثمار في هذا القطاع الحي ولكن كبرى الشركات النفطة اليوم الأمريكية المتخوفة من الاستثمار في إيران نحن نتحدث عن اكزو موبل شيفرون وكونوكو فليبس وطبعا اكزو موبل كانت من أكبر لاعبين بالإضافة إلى بريتش بيتروني حتى في الفترة الأولية للاستثمارات ولكن اليوم طبعا هناك تخوف كبير وخصوصا من هذه الشركات العملاقة الأمريكية